أعلن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة توقف تسليم المساعدات الغذائية إلى شمال غزة بشكل مؤقت حتى تسمح الظروف في القطاع بتوزيع آمن وقال البرنامج في بيان له قال إنه استأنف تسليم المساعدات الغذائية إلى الشمال يوم الأحد الماضي بعد تعليقها لثلاثة أسابيع بسبب هجوم على شاحنة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا كما ذكر أن قافلة من الشاحنات انطلقت نحو مدينة غزة لكنها واجهت صعوبة في استكمال السير بعد تعرضها لإطلاق نار لدى دخولها المدينة